أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن جميع موال موازنة العام الحالي قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة وقال الصفار أن المحور الرئيسي الأول من المحاور الخمسة في الورق البيضاء التي قدمتها الحكومة يركز على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات إذ لحظنا في هذه الموازنة أنها تعد من كبرى الموازنات في العراق منذ عام 2004 وأكد الصفار أن الموازنات تستهدف طبقات الفقيرة والمتوسطة والموظفين من دوي أدواء الرواتب المتوسطة أو الدنيا كون القرار الخاص بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدولار أدى إلى تضخم 25%